بدأت قناة طيف المرأة نشاطها من خلال مجموعة من البرامج المنوعة عشر موذيعات لم يسبق لهن التعامل مع الكاميرا وجدنا مساحة للتعبير عن هموم المرأة الفلسطينية واهتماماتها كما تركز القناة على الجوانب الأجمل من مواهب وإنجازات لم يسبق لأحد في قطاع غزة أن تطرق إليها الموذيعات الصغار بالعمر وأنا واحدة منهم من عمر العشرين أنه نطلع قدام التلفزيون ونقدم برامج ينموا مواهبنا مواهبنا اللي ما كانت إلها فرصة كانت الفرصة الأولى تيجينا من قناة طيف وأنا سعيدة جدا بعمل بهاي القناة طيف عم بتسلط الضوء على كل القضايا يلي بتعاني منها المرأة الفلسطينية وتحديدا من قطاع غزة ربما في بعض الأوقات أنه إحنا رح نلاقي حل في البعض الآخر حتى ما لايناش حل يكفينا شرف المحاولة أنه إحنا صلطنا الضوء على هذا الموضوع حتى يقول لا كل اللي بيشاهدون أنه في عنا أشياء سلبية وأشياء إيجابية تعمد القائمون على القناة بثها على منصات التواصل الاجتماعي فقط للوصول إلى الغالبية العظمى التي تتابع مواقع الإنترنت بدلا من التلفاز واختاروا المرأة تحديدا كفئة مستهدفة لأنها تستحق أن يسلط الضوء عليها في مجتمع تظلمها عاداته وتقاليده إلى حد كبير كما يقولون ظهور المرأة في قناة متخصصة يمكن التواصل مع المجتمع وتعديل العدد من الأفكار السلبية المرأة إن صلحت صلح المجتمع فبالتالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يسمح بتعديل الأفكار وظهور بعض المشكلات التي يتوجب حلها بطريقة تفاعلية أكثر وإيجابية أكثر شهر مر على إطلاق قناة طيف المرأة وهي في طور التعريف بنفسها ويرى إعلاميون ومتابعون أنه من المبكر الحكم عليها أمام حداثة ونشأة هذه القناة نلحظ أنه لابد أن تقطع شوطا كبيرا حتى نفحص ونقيم مدى تأثير هذه القناة على المتلقي على المشاهدين أنا شخصيا تم استضافتي في هذه القناة لتصلية الضوء على موهبتي وسعيدة جدا أنه هم بيهتموا في أمور الموهبة ومش بس المشاكل تبعة الحياة لا تتلقى قناة طيف المرأة دعما من أي جهة فهي تعمل بجهود ذاتية من قبل مجموعة من الأصدقاء يديرونها معا ويعمل فيها ثلاثون كادرا بشكل تطوعي إلى حين إثبات وجودها في الساحة الإعلامية وربما تختار مستقبلا من يرعاها وسام يسين الحرة غزة